أصدرت بيلبورد مؤخراً الرسم البياني Hot 100 للإسبوع الماضي وقد لاحظ المعقبون على الفور اسم ساي وشوق بأغنية ZZ حيث احتلت أغنية ZZ المرتبة الثمانين على مخطط بيلبورد Hot 100 وبذلك أغنية ZZ هي الأغنية الخامسة للمغني ساي التي تستطيع الدخول إلى هذا المخطط بعد أن دخلت جنتلمان ودادي هذا المخطط ولكن لم يستطع ساي لمدة سبع سنوات أن يظهر مرة أخرى على هذا المخطط ولكن بفضل تعاونه الأخير مع شوق عدو بيتيس استطاع ساي أن يكرر التاريخ مجدداً بفضل ZZ وكذلك استطعت الأغنية الدخول إلى المرتبة الخامسة في مخطط جلوبل 200 والمرتبة الثانية على مخطط بيلبورد US ولأن ينتظر الجمهور أن تتفع ZZ أكثر خلال الأسبوع القادمة وعلى الفور اتجه ساي إلى تويتر ليشكر معجبيه في إخبار أخرى ملعاشر من ما ينشر جيسو بعد صور لها في رحلتها إلى جزيرة جيجو عبر الانستجرام الخاص بها مع عنوان سيدة جيجو وفي الصور التي نشرتها جيسو كانت تجلس في مقهى بسيط في الجزيرة مع الاستمتع بالسماء الصفية والحرارة المعتدلة ظهرت جيسو بجمالها الطبيعي مع القليل من المكياجو في صوراً أخرى ذهب جيسو إلى حديقة سنوبي المليئة بالرسوم المتحركة واستمتعت بالمناظر الطبيعية الخلابة في هذه الأثناء تجاوز الانستجرام الخاص بجيسو أكثر من ستين مليون متابع وبذلك جيسو هي ثالث أعلى شخصية كوريا متابعة على هذه المنصة بعد جينيو حساب بيتيس الرسمي في إخبار أخرى وصلت قناتلي لفيلم الخاص بالعضو ليسا من بلاك بينك إلى تسع مليون مسترك في السنة والعشرون من أكتوبر من عام 2021 وأخيراً في يوم الحادي عشر من مايو لعام 2022 استطعت الوصول إلى عشر مليون مشترك ومع هذا العدد الهائل من المشتركين استطعت ليسا الحصول على الدرع الماسي من اليوتيوب وفي الوقت الحالي أصبحت ليسا تحتل المرتبة السادسة من بين أكبر قنوات في صناعة البوبكوري وكذلك هي الفنانة الوحيدة المنفردة التي وصلت إلى هذا الرقم وبعد وصول ليسا إلى هذا الإنجاز ذهب محبها للاحتفال بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في يزيل أثناء يوم الحادي عشر من مايو استطاع فيديو أداء رقصه ويلاكزات الوصول رسمياً إلى 1.1 مليار مشاهدة على اليوتيوب من ما يجعله أول فيديو رقص في تاريخ اليوتيوب يصل إلى هذا الإنجاز وبذلك استطاع فيديو أداء رقصه ويلاكزات الوصول إلى هذا الرقم بعد عام وعشرة أشهر فقط من تاريخ إصداره في السادس من يوليو لعام 2020 والآن فيديو أداء رقصه ويلاكزات أصبح خامس مقطع لفرقة بلاكبينك يصل إلى 1.1 مليار مشاهدة بعد كيرزيسلاف ودودو وبمبايا وكذلك يورلاست ومؤخراً تم إصدار قائمة حساباته للإنستجرام للأيدل الأكثر نفوزاً في العالم حيث جاء جاكسون في المركز الثالث عشر من جوت سيفين بينما جاءت أريو في المركز الثاني عشر وجاءت شارين وو من أسترو في المركز الحادي عشر وجاءت جيهوب من بيتيس في المركز العشر بينما جاءت روزي من بلاكبينك في المركز التاسع ثم جيسو في المركز الثامن بينما جاء جين في المركز السابع وشوغا في المركز السادس وجيمين في المركز الخامس وجاء كوك في المركز الرابع وجيني في المركز الثالث أما في جاء في المركز الثاني وأخيراً ليسا جاءت في المركز الأول ما أثبت هيمنة بي تي اس و بلاكبينك على المراكز العشر الأولى في قائمة الأيدل الأكثر نفوزا على مستوى العالم في هذه الأثناء الان بلاكبينك واحدة من أفضل فرق العالم ودائما تطلق عدد هائل من المتابعين لهم عبر الانستجرام حتى أن الفتيات كل يوم تكتسب من 30 ألف إلى 80 ألف متابعون جديد وحتى كل منشور تصدرها أي عضو يحصل على كم من هائل من الإعجابات والتعليقات وفي مايو من عام 2022 استطعت الفتيات الأربعة الدخول إلى قائمة أفضل الفنانين الموسيقين تأثيرا على الانستجرام في جميع أنحاء العالم حتى أن ليسا جاءت في المرتبة الثانية على مستوى العالم وجيني جاءت في المركز السادس بينما جاءت جيسو في المرتبة التاسعة وروزي في المرتبة الحادية عشر ولكن مؤخرا صدمت جمهور جدا عندما طلقت حسابات الأعضاء الأربع عدد قليل جدا من التفاعلات والمتابعين حتى أن جيني بالأمس خسرت أكثر من سلاس ألاف متابع ونادرا ما حدث هذا الشيء مع أي عضوة وقد حاول المعجب المعرفة من أين يأتي الخلل ولكن لم يستطع الوصول إلى أي شيء ولكن معظم البلانك خمن أنه ربما يكون هناك خلل ما داخل نظام الانستجرام لذلك يأمل الجمهور أن تحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن لتستطيع الفتيات أن تنمو أكثر وأكثر إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالأعجاب والاشتراك أيضا في القناة شكرا لك إلى اللقاء